مع انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمساعدة لبنان دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إلى الإصراع بتشكيل الحكومة اللبنانية والالتزام بمخرجات المبادرة الفرنسية للإصلاح وخلال افتتاح المؤتمر الذي عقد عبر الفيديو برئاسة كل من الرئيس الفرنسي والأمين العام للأمم المتحدة وبحضور رؤساء دول ومنظمات دولية أشار ماكرو إلى أنه سيعود إلى لبنان الشهر الحالي للضغط على الطبقة السياسية معلنا عن تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تغطيم المساعدات الإنسانية للبنان الدعم المقدم إلى الشعب اللبناني سيظل قائما لكن لا يمكننا تجاهل المسؤولية الملقاة على عاتق السلطات اللبنانية على القوى والمؤسسات السياسية الداخل لبنان الالتزام بتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن ووضع خارطة طريق للإصلاحات التي بدونها لا يمكن تحرير المساعدات الاقتصادية الدولية من جهته أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون على ضرورة تنحية الخلافات السياسية داخل بلاده من أجل حل الأزمة الخطاب الذي أرسرته للبرلمان أكد على ضرورة أن ننحي الخلافات السياسية ولن تستطيع أي بلد تريد مساعدتنا أن تحل أزمتنا إلا إذا تخطينا هذه الخلافات البرلمان اتفق بالإجماع على التطقيق الشامل والكامل وهذا القرار يوضح المسؤولية الخاصة بالإصلاحات الضرورية من أجل الخروج من الأزمة الحالية وإنقاذ لبنان من الصراع السياسي والفساد الإداري الذي أضعف بلدنا ويرزح لبنان منذ أكثر من عام تحت وطاءة أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة فإلى جانب التدهر الحاد في قيمة العملة الوطنية والتضخم المفرط لا يزال لبنان منذ أكثر من ثلاثة أشهر من دون حكومة بعدما استقالت حكومة حسين دياب على خلفية انتجار مرفأ بيروت الذي دمر أجزاء كبيرة من العاصمة اشتركوا في القناة